تعالوا كمّل مع حضراتكم من ناحية اتحاد الكورة من ناحية الاتحاد الكورة نينو فينجادا الموديل الفني السابق للمنتخب الأولمبي ليه شوية فلوس عند اتحاد الكورة ليه حقيقة يعني 5000 يورو المفروض اللي هو ياخدهم من الاتحاد المصري لكرة القدم ومتأخرين فهو هدد بشكوى الاتحاد مصري للاتحاد الدولي عشان ياخد مستحقاته المتأخرة ووارد وارد ان فينجادا وكارلوس كروش يبقوا موجودين في مصر قريب الاتنين لهم مستحقات وعايزين ياخدهم من اتحاد الكورة فهيحاولوا يجوا مصر عشان يخلصوا الامور بشكل ودي وارد انح نشوف فينجادا وكارلوس كروش الموديل الفني السابق للمنتخب الأول موجودين في مصر خلال أيام عشان ينهوا كافة هذه الأمور الدنيا سهلة يعني لو لهم مستحقات هتلاقي هنا ليه أرقام قليلة وهنا ليه أرقام قليلة لو هم فعلا مستحقاتهم وهي فعلا للمفروض ياخدوها نمشي حالنا سمعتنا في السوق في الكرة والتعامل ده لو ليهم حق ما ممكن يكون اتحاد الكرة بيقول انهم لهمش حق ويبقى عنده إثباتاته بس لو ليهم حق نخلص الموضوع زي ما بيقوله كده ايه قاعدة عرب ودية كده حلوة ونخلص اللي علينا